أهلاً وسهلاً بكم طلابي أعزائي طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس التربية الإسلامية حيث سأقوم اليوم بتوضيح موضوعات الأسبوع الثاني لمادة التربية الإسلامية كتاب الصف السابع قبل أن أبدأ لا بد من توضيح الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس عليك أن تدرك من هذه الدروس مفهوم السنة النبوية الشريفة وأن تذكر أقسام السنة النبوية الشريفة ومنزلتها في الإسلام وأن توضح الفرق بينها وبين الحديث القدسي مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك تأمل عزيز الطالب الصورة المرفقة أمامك محمد صلى الله عليه وسلم وفي أسفلها كل عام وأنتم بخير ماذا تتذكرون؟ هل تتذكرون ما نحتفل به بالمدرسة الأمريكية سنوياً وهو المولد النبوي الشريف؟ نعم نتذكره جميعاً فنقوم بتصميم أجمل الأنشطة وأجمل اللوحات لماذا؟ لأنه نبينا وسنته تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ما هي السنة؟ هي ما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إذن أقتام السنة ثلاثة قولية وفعلية وتقريرية وسأفصل عنها الحديث بعد قليل ربما عنوين هذه الأقتام تفصل عنها قليلاً ماذا أقصد؟ السنة القولية تتعلق بالقول أي ما قاله سيدنا محمد وأخبرنا به أو نطق به السنة الفعلية ما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن القولية تختص بالقول والفعلية تختص بالفعل والفعلية نعم وما قرره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو ما رآه وسكت عنه أو أقره أي طلبه منه ومثلاء على القولية والفعلية والتقريرية فقد نقول القولية قال الرسول إنما الأعمال بالنيات أما الفعلية فقد رأينا كيف قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة والحج وأصبحنا نفعل مثله والفعلية عندما رأى محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة يأكلون الضب على مائدة الرسول ولم ينكر عليهم ذلك أي سكت لذلك هذه السنة أما منزلة السنة النبوية هناك أحكام لم ترد في القرآن الكريم فهي تبينها وتؤكدها لنا مثلا ذكرت الصلاة في القرآن ولكن لم تبين كيف أو لم تشرح بالتفصيل لذلك جاءت السنة النبوية تفصل لنا ذلك تضيب أحكاما أيضا لم تجيء في القرآن الكريم مثلا وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم كتبت السنة النبوية الشريفة في بداية الأمر كان هذا الأمر منهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خاف أن تخصلت السنة النبوية بالقرآن الكريم فأراد أن يركزوا على كتابة القرآن الكريم فقط ويفهموه ويحفظوه لكنه استثنى الصحابة الثقة من ذلك وكلفهم بكتابة السنة النبوية الشريفة منهم عبد الله بن عمر بن العاصل ولكن عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح عدد المسلمين أكبر من السابق ودخل عدد كبير في الإسلام كان يجب أن تنقل السنة النبوية بطريقة منظمة وطلب هنا الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يجمع السنة النبوية ويدونها لذلك نسمع هنا الرواة الثقة والذات الرواية الضعيفة ومن الجدير ذكره أن نفرق بين الصحابي والتابعي فالصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام أما التابعي هو من لقي الصحابي أي أنه لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم بعد وفاته كما سنتطرق للحديث عن الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفرق أيضا بين الحديث النبوي والحديث القدسي بداية القرآن معجزة أما الحديث ليس معجزة والحديث يروى بالمعنى ولكن القرآن لا يجوز أن نرويه بالمعنى يجب أن تذكر الآية كما جاءت القرآن نصلي به أما الحديث لا نصلي به الترجمة القرآن لا يترجم حرفيا أما الحديث يترجم حرفيا ثم ننتقل للحديث عن الحديث النبوي والحديث القدسي الحديث النبوي هو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وطريرا كما ذكرنا أما الحديث القدسي هو ما نزل به سيدنا جبريل الوحي إلى النبي بالمعنى فقط ولكن كلامه كان من الرسول صلى الله عليه وسلم كما سنتطرق للتفريق بين السند والمتن فالسند هم سلسلة رواة الحديث الشريف والمتن هو نص الحديث نفسه أتمنى أن تعم الفائدة عليكم أعزاء الطلاب أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر